التقى وزير الخارجية سمح شكري مع رئيس تونسي قيس سعيد بالعاصمة تونسية حيث نقل له تحيات وتقدير رئيس عبد الفتح السيسي مشيدا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر في السنوات الأخيرة واجدد وزير الخارجية خلال لقاء دعم مصر وتأييد الرئيس عبد الفتح السيسي لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد والدولة التونسية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيقة وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد من جانبه طالب رئيس قيس سعيد بنقل لعظيم تقديره وتحياته للرئيس السيسي وأكدا تطابق مواقف القيادتين حيال جميع القضايا الإقليمية والتحديات الدولية واعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من شقيقتها مصر في مواجهة كافة التحديات هذا وتتارق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وفي مقدمتها الوضع في السودان وليبيا والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية جزء وفير من هذه المشاورات تركز على العلاقة الثنائية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا ووجود رغبة لارتخاء بالعلاقة في كل هذه المناحي سوف نستمر في هذه المشاورات تناولنا التحديات الإقليمية والعمل المشترك فيما بيننا وبين أشقاءنا في تونس هي التي تعزز من خدرتنا على مواجهة التحديات في أجواء مضطربة أيضا التكامل فيما بيننا في الأجواء الاقتصادية الضغطة الرهنة من شأنه أن يعزز من خدرة كل مننا على مواجهة وتجاوز هذه التحديات في الحقيقة استمعت إلى الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس في إطار التوجيهات لاستمرار عملنا المشترك لدعيم العلاقات لمواجهة التحديات الإقليمية على أرضية التوافق ووجود الرؤية المشتركة وهناك اعتزاز متبادل بين الخياداتين السياسياتين هذا وقد انعقدت الجولة الخامسة عشر للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس برئاسة كل من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التونسي نبيل عمر وبحضور وفدي البلدين أشار الوزيران خلال جولة المشاورات بما تشهد العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة حيث أكد على أهمية موصلة التشاور والتنصيق والتعاون إزاء جميع القضايا محل الاهتمام المشترك بما يعدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر أن تعقد بين الجهات المعنية في البلدين خلال الفترة القادمة ومن بينها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين وكذا اللجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة فضلا عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك ترجمة نانسي قنقر